بسم الله الرحمن الرحيم ربنا نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وعن تخير الفاتحين صدق الله العظيم اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل اللهم إنا نعوز بك من علم لا ينفع ومن قلم لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسى لك الهدى والتقى والسداد في الخطى اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من بيرنامجكم الطبي الأسبوعي نائس واحد حلقة اليوم صراحة احتارت جدا في عنوانها وهي من الأهمية حقيقة أن أنا أحتار في عنوانها يعني إحنا قعدت أقول التخصيص لا مش هتنفع التخصيص عبر الإنترنت قلت لا هي بقى اسم تقيل شوية طب التخصيص عبر وسائل التواصل اسم أتقل شوية طب التخصيص والنصب ده اسم رزل شوية إلى أن توصل المخرج الجميل أستاذ محمد بطريق إلى هذا العنوان وهو التخصيص الوهمي هذا هو عنوان حلقة اليوم وأعتقد أن إحنا هنستمر مع هذا العنوان حلقة أخرى أو حلقتين آخرتين التخصيص الوهمي يا ترى فيه تخصيص وهمي يعني ممكن أوهمك أنك خسيت لا مش دي القضية طب يا ترى هل أننا ممكن أبعلك وهم التخصيص برضو مش دي القضية عايزك بعد إذن حضرتك وهذه الحلقة لوجه الله سبحانه وتعالى حقيقة بمعنى الكلمة من أولها إلى آخرها سواء أنا أو العاملين عليها هذه الحلقة لوجه الله سبحانه وتعالى هذه الحلقة محاولة مننا أن ننقذ ما بقي من حضراتكم الذي لم يقع في وهم التخصيص أو التخصيص الوهمي ننقذ ما بقي من حضراتكم الذي لم يقع في براث النصابين والدجالين إلى آخره ننقذ من بقي من حضراتكم ولم يقع في الإعلانات الممولة براث الإعلانات الممولة الغير حقيقية والغير طبية تماما هذه الحلقة مرة تانية اللي واجه الله سبحانه وتعالى فأتمنى ان انت ما عليش خد من وقتك استقطع من وقتك شوية واسمعني رغم رزالتي ورغم يعني دمي التقيل ما عليش استحملني الله يبارك لك ده لصالحك والله على شهدك انت مفيش دعاية ما بعملش دعاية لنفسي ما بعملش دعاية للمكاني لعياتي ما بعملش دعاية لمنتج ما بعملش دعاية لقناة ما بعملش دعاية لأي شيء ولكنها حلقة تنويرية لحضرتك حلقة توعوية لحضرتك وعلشان كده بقول لحضرتك استحملني ومعلش يعني اسمع الحلقة دي والحلقة اللي جاية وشوف ايه الاخبار وشوف الراجل ده عنده حق ولا لأ ما هو التخسيس ايه هو التخسيس يعني هل سألت نفسك مرة ايه هو التخسيس هل التخسيس ان انا عندي حتة زيادة في الجسم بحيزة شيلها هل التخسيس هو ان انا عندي كلوات زائدة وعايز اخلص منها هل التخسيس هو جمال الشكل والمنظر والقوام هل التخسيس هو تنصيق القوام قد تندرج كل هذه الجمل تحت اسم التخسيس قبل ما نعرف يعني ايه التخسيس لازم اعرف يعني ايه السمنة ما هي السمنة وانا بكلم حضرتك وقلتلك ان دي حلقة توعوية لحضرتك حلقة تنويرية لحضرتك عايزك تعرف يعني ايه سمنة عايزك تعرف يعني ايه مخاطر سمنة سريعا وليس بكثافة وليس بألفاز طبية دماء تقيل ولا الكلام ده كله وعايزك تعرف إيه الطريق السليم أن أنت تقدر أنك تتخلص من هذا المرض هل هو مرض؟ نعم مرض نعم مرض بمعنى الكلمة خلينا نبدأ مع بعض نعرف إيه هي السمنة السمنة هي زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي إيه ده؟ وفي معدل طبيعي للوزن طبعا فيه معدل طبيعي للوزن بنسميه مقياس كتلة الجسم أو body mass index مقياس كتلة الجسم مقياس كتلة الجسم ده يطفي الطب إحنا ابتدينا أن نحدد بها القوام ده أو الجسم البشر ده في أنهي خانة من الخانات هل هو نحيف؟ هل هو طبيعي؟ هل هو ابتدى يميل إلى السمنة؟ هل هو سمين؟ هل هي سمنة زائدة؟ هل هي سمنة مفرطة؟ يبقى معايا أهوة سكادول معايا جدول كده أقدر أن أضع فيه حضرتك أو أضع فيه نفسي في إحدى هذه الخانات النحافة الجسم المتناسق الطبيعي الميل إلى السمنة 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 الزائدة السمنة المفرطة يبقى عندنا كل هذه الخانات هنبتدي أن نحن نحاول على قدر الإمكان حضرتك اللي هتعمل كده تضع نفسك في إحدى هذه الخانات إزاي؟ عن طريق البضي ماس اندكس أو معدل كتلة الجسم إيه بقى معدل كتلة الجسم دوت؟ معدل كتلة الجسم عبارة عن مسألة رياضية بسيطة جدا بنستخدم فيها حاجتين الوزن والطول علاقتهم ببعض هتديني حاجة اسمها معدل كتلة الجسم المعادلة الحسابية البسيطة عبارة عن إيه؟ معدل كتلة الجسم بتساوي الوزن بالكيلو جرام مقسوما على الطول بالمتر في نفسه ده إيه التعييد ده دكتور؟ إحنا نقصين رياضة والغرتمات لا رياضة ولا الغرتمات ولا حاجة ولا تعييد ولا حاجة بنراحة جدا مع بعض معدل كتلة الجسم إحنا عايزين نحصل عليها علشان هقدر أقول أنا جسمي فين من الخنات اللي أنا ذكرتها تمام؟ معدل كتلة الجسم بيساوي إيه؟ بيساوي الوزن بالكيلو جرام كمثال مثلا الوزن 80 واحد وزنه 80 كيلو جرام هكتب التمانين تمام؟ معلش يا وليد خليك معايا وليد المصور الجميل بتاعي خليك معايا وليد كده حسيب لي الحزبة دي واحد وزنه 80 هقسمها على الطول بتاعه بالمتر في نفسه يعني مثلا طوله متر وسبعين يبقى واحد وسبعة من عشرة في واحد وسبعة من عشرة يبقى 80 على واحد وسبعة من عشرة في واحد وسبعة من عشرة المعادلة الحسابية دي هتديني رقم بيساوي كام؟ لسه وليد ما وصلهاش طيب يبقى الوزن بالكيلو جرام اللي هو التمانين على واحد وسبعة من عشرة في واحد وسبعة من عشرة تمام؟ تقريبا هتبقى 29 وشوية اضرب يا وليد واحد وسبعة من عشرة في واحد وسبعة من عشرة في الأول وبعدين اسم عليها 80 هي صعبة شوية معلش على الاشتغل على الموبايل فبتبقى صعبة شوية ولكن سهل قوي ان انا اعملها عملنا معدل كتلة الجسم مع بعض يعني انت حضرتك شوف طولك كام وشوف وزنك كام هتقسم الوزن بتاعك اللي هو بالكيلو جرام على الطول بتاعك بالمتر يعني ايه طول بالمتر؟ يعني انا طولي مثلا 170 يبقى انا واحد وسبعة من عشرة طولي 160 يبقى واحد وستة من عشرة طولي 155 يبقى واحد فصلة علامة 55 من مية في نفسه في نفس الرقم المربع بتاعه هيديني رقم الرقم ده هو معدل كتلة الجسم عرفنا الرقم ده هبتدي اضعه في الاسكادول او الجادول اللي احنا قلنا عليه تحت من 20 ل 25 من 20 ل 25 ده الطبيعي لو الرقم ده طلع من 20 إلى 25 ده الطبيعي تحت العشرين دي النحافة دون العشرين يعني 19 وشوية 19 و18 يبقى ده نحيف لكن من 20 إلى 25 المعدل كتلة الجسم ده طبيعي من 25 ل 30 يميل إلى السمنة ابتدى الجرس يرن ابتدى النور الأحمر يديني إشارة من 25 إلى 30 بيميل إلى السمنة من 30 إلى 35 ده دخل في عالم السمنة بقى خلاص بقى فيه وزنة زيادة وفيه زيادة وزنة ولازم نحن ناخد الحركة الإيجابية والخطوة الإيجابية من 35 ل 40 ده سمنة زائدة من 35 ل 40 ده سمنة زائدة فوق الأربعين سمنة مفرطة فوق الأربعين سمنة مفرطة تاني معلش عشان زي ما قلنا هي حلقة توعاوية وحلقة إرشادية لحضرتك وحلقة تنويرية لحضرتك فاستحمل شوية رزالة الأرقام اللي أنا بقولها معدل كتلة الجسم عبارة عن الوزن بالكيلو جرام مقسوما على الطول بالمتر في نفسه هيطلع لنا رقم ممكن كلنا نعملها وإحنا قاعدين دلوقتي وأنا قلت عشان أسهلك الشغل على الموبايل بتضرب الطول بالمتر في نفسه وبعدين بتقسم عليه 80 يعني 170 سنطي يبقى 7 من 10 في 7 من 10 هيطلع لي رقم أقسم على الرقم ده الوزن اللي هو 80 هيطلع لك رقم تمام؟ الرقم ده هنحطه في خانة من الاسكالول بتاعنا من الجادول بتاعنا الرقم ده إذا كان من 20 إلى 25 فأنت طبيعي دون العشرين ده نحافة قال لي من العشرين نحافة من 20 إلى 25 ده الوزن الطبيعي كويس جدا من 25 إلى 30 ابتدى الوزن يزيد ودي ميل إلى السمنة بنحذر ونبتدي إن احنا زي ما بقول الضوء الأحمر بينور أو الجرس بيرن يبقى بتدي إن أنا أخد بالي كويس جدا من 20 إلى 25 من 25 إلى 30 ده كده سمنة فيه سمنة موجودة في هذا الجسد من 25 إلى 30 من 30 إلى 35 ده سمنة زائدة من 35 إلى 40 ده سمنة زائدة من 35 إلى 40 ده سمنة زائدة لو معدل كتلة الجسم فوق الأربعين يبقى ده كده سمنة مفرطة ابتدين ندخل في مشاكل كبيرة جدا 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 دي الطريقة البسيطة لتشخيص السمنة أو لتحديد السمنة ليس الوزن والفرق فيه يعني طريقتين أخريتين هذكرهم لحضرتك ولكن دي أدق طريقة وأقربهم إلى الناحية الطبية اللي هي معدل كتلة الجسم الطريقة الثانية إن أنا بوزن نفسي وأطرح منها أطرح من الطول يعني مثلا أنا طولي 170 يبقى المفرطة أطرح منها الطول بتاعي مع السيدات مع السيدات الفرق ما بين أو نتيجة طرح الطول من الوزن يعني مثلا سيدة طولها 160 ووزنها 70 كيلو يبقى الفرق 90 من 90 إلى ما تحت ذلك فهي ده طبيعي أما من 90 إلى 100 ففي سمنة ده بالنسبة للسيدات الرجال من 100 إلى 110 الرجال من 100 إلى 110 نتيجة العضلات الموجودة والكتلة العضلية فبنزود شوية الفرق ما بين الطول والوزن في الرجال من 100 إلى 110 ده كده طبيعي فوق ذلك في سمنة السيدات من 90 إلى 100 ده طبيعي ما فوق ذلك في سمنة الفرق ما بين الطول والوزن تمام؟ الطول بالسانتي مش بالمتر والوزن بالكيلو يعني زي عيد تاني واحد طوله 170 وزنه 80 يبقى الفرق 90 يبقى كده معقول جدا الوزن بتاعه الطريقة الثالثة وهي محيط الخسر محيط الخسر اللي هو محيط الوسط وده بيقاس من العزمتين الأماميتين في عضمة عند الفخد النحييدي وعضمة عند الفخد النحييدي بيقاس من هذه المنطقة بيقاس من هذه المنطقة السيدات فوق 90 سنتي من 80 ل90 عزران من 80 ل90 كده في سمنة زائدة من 80 ل90 ده الطبيعي فوق 90 سمنة زائدة أما الرجال من 90 إلى 95 وأحيانا إلى 100 بيبقى طبيعي وفوق ذلك بيبقى سمنة زائدة دول التالت طرق اللي أنا بحدد بيهم إذا كان فيه سمنة زائدة أم لا وقلت إن أول تقرير اللي هي معدلة كتلة الجسم هي أصدقهم وأقربهم إلى الناحية الطبية وسهل إن أنا أعملها ما هي الصعب أبدا فيه طبعا الميزان بقى لحضراتكم تطلعوا عليه ويديني الوزن والطول ونسبة المية ونسبة كتلة الجسم أنا هقول لحردك حاجة واحدة بس اطلع على الميزان ده مرتين وراء بعض أنت زي ما أنت محدش تاني وفي نفس الوقت هيدي لك قراءتين مختلفتين معنى كده إن الجهاز ده مش مصبت تجرب وشوف أنا يعني صادق في هذه الكلمة أم لا يعني أنت زي ما أنت وطلعت ادى لك الورقة عشر دقائق اطلع تاني ما هتخشل في العشر دقائق هتغير حاجة هتلاقي فيه معدلات تانية للأسف لأنه برضو ابتدأ إنه ليس على أسس علمية أو طبية سليمة ولكن أبسط شيء هي معدل كتلة الجسم اللي أنا شرحتها لحضرتك بشخص السمنة عرفت إنه أنا في سمنة زائدة طيب إيه المشكلة إنه أنا عندي سمنة زائدة إيه المشكلة إنه أنا وزني زائد ده الكرش عز يا دكتور صح؟ وما فيش مشاكل إنه أنا أبقى كده تخيم كده وملازلس كده بالعكس الناس التخان ده مهم خفيف جدا يعني صح؟ المشكلة في الجسم البشري وأعضاء الجسم البشري هل يترى السمنة بتؤثر على إيه في الجسم البشري؟ هقول لحضرتك مقولة لمنظمة الصحة العالمية أو الورلد هيلث أورجنيزيشن منظمة الصحة العالمية هي المنظمة الأولى المسؤولة عن ناحية طبية على مستوى العالم بتقول مقولة غريبة جدا جدا يعني إيه؟ السمنة هي بوتقة كل الأمراض يعني نهر أبيض للدرجاتي للدرجاتي السمنة هي بوتقة كل الأمراض معظم الأمراض إن لم يكن جميعها تختفي وراءها السمنة وخمسين في المية وأكثر من الأمراض بتبقى الخطوة الأولى لعلاجها هي إزالة الوزن الزائد تخيل؟ سيبك بقى من الشكل وسيبك من الشياكة ومن تنسخ القوام وسيبك من المواضيع دي كلها في علاج أكثر من خمسين في المية من الأمراض بيكون أول خطوة في علاجها هي تنزيل الوزن الزائد تخيل؟ ده يدي الحضرتك انطباع قد إيه السمنة خطيرة قد إيه زيادة الوزن خطير جدا على الجسم البشري من أوله إلى آخره مش هايز أقول لحضرتك إحنا لو مشينا مع بعض رحلة كده من أول الجسم البشري إلى آخره هتجد أن السمنة تضع بصمة سيئة على كل المناطق الرحلة اللي إحنا هنمشي عليها تخيل حضرتك من أول الشعر بتسبب تساخط الشعر السمنة لأن بتدي إفرازات دهنية زائدة لبصيلات الشعر بتقفل لي مسام السكالب أو الفروة الرأس وبالتالي يبدأ تساخط الشعر وبيكون ملحوظ جدا جدا وبتكون سبب من أسباب تساخط الشعر ننزل مع بعض شوية العينين هل يأترى السمنة ممكن تأثر على النظر؟ السمنة بتؤثر على الأرتريولز أو الشرايين الضعيفة الدقيقة جدا للجهاز البصري وبالتالي بتؤدي إلى ضعف في العصب البصري وأيضا في الشبكية وبالتالي بتؤثر على حدة البصر أو على الرؤية تخيل؟ ما أعتقدش أن كنت تتخيل النقطة دي السمنة ممكن تأثر على النظر عن طريق تأثرها على الأرتريولز أو الشرايين الضعيفة جدا اللي بتغزي الشبكية وبتغزي العصب البصري أيضا السمنة بتسبب الستاي أو اللي هو الدمل اللي بيحدث في الجفون بيكون سببها زيادة الوزن لأن برضو السمنة بتغلق أو بتسد مسام الرموش وبالتالي بتسبب الالتهاب الجفنة اللي بيحدث أو الخراج اللي بيحدث في الجفون وبالتالي أيضا التهابات العينة الملتحمية إلى آخره معظم التهابات العينة بيكون سببها برضو السمنة طيب ننزل لتحت شوية نشوف ايه الاخبار هل يطرى السمنة بتؤثر على الصدر معظم امراض الصدر بيكون سببها السمنة واول خطوة في علاج امراض الصدر المزمنة سواء الرابو او التنفس الصعب او الازمات الصدرية لازم ان انا انزل وزن وبالعقل كده بعيدا عن الطب الرئتين دولت علشان يتنفسوا وفيه وزن زائد عليهم اعتقد هيعانوا يعني بخير انا عايز ازوقي ايدي دي بايدي دي بزوقها سهلة لكن لو في حاجة هنا مسكها هبتدي ان انا مش قادر الرئة مش قادرة تتمدد كاملا علشان تقدر تقوم بعملية التنفس الطبيعي اللي بتحدث فيه تبادل الاكسجين مع ساني اكسيد الكربون عن طريق الدم وبالتالي تحدث الازمات التنفسية والازمات الربوية وبالتالي بيكون اول سبب او اول خطوة في علاج امراض الصدرية هي تنزيل الوزن الزائد ايضا الوزن الزائد هيؤثر على المناعة وبالتالي الجهاز التنفسي لابد ان يتمتع الجسم بجهاز مناعي قوي حتى لا تتكرر عدم تكرار التهاب اللوزتين والتهاب الجهاز العلوي التنفسي والتهاب الجهاز العلوي الجهاز التنفسي السفلي اللي هو بيبقى اختاره جدا كثيرة جدا اللي هو الالتهاب الرئوي والعياذ بالله اللي ممكن يؤدي الى وفاة نتيجة نقص المناعة ونقص المناعة هيجرنا بالتالي الى كورونا يعني كورونا العامل الرئيسي اللي بتعم للأسف بيكون سبب في حالات وفاة في كورونا هي ضعف المناعة وبالتالي السمنة بتؤثر على جهاز المناعة وده هتكلم عنه لوحده ولكن انا بكلمك على الجهاز التنفسي عرفنا التهابات الجهاز التنفسي المتكررة سواء اللوزتين او الالتهاب الجهاز التنفسي العلوي او اللي هي بقى بنسميها النيمونيا والبروكو نيمونيا او الجهاز التنفسي السفلي اللي هو الجهاز التنفسي السفلي اللي بيحصل فيه الالتهاب الرئوي الشديد واللي ممكن يؤدي الى وفاة زي ما قلنا كل هذه الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي السمنة بيكون لها أثر جامد جدا في هذه النقطة وفي هذه الأمراض وبتكون أول خطوة في علاج هذه الأمراض هي إزالة الوزن الزائب القلب هل يطرى السمنة تؤثر على القلب؟ ده تؤثر وتؤثر وتؤثر القلب هذه المضخة أكبر منك سنا على فكرة هذه المضخة العجيبة سبحان الله أكبر منك سنا لأن أنت لما بيتحسب عمرك من بداية ولادتك لا القلب بيبدأ النبض قبل ولادتك قبل الولادة بكتير يعني القلب أكبر منك فنحترم يا جماعة يعني نحترم الكبير شوية هذه المضخة الرائعة التكوين سبحان الله بتتأثر تأثر واضح جدا 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 بزيادة الوزن برضو بعيدا عن الطب وباستخدام العقل بالراحة جدا كده أنا لو عندي مكنة عندي مكنة مكنة انتاجيتها مثلا طبع ألف ورقة في اليوم لأ أنا عايزة بقى تطبع ألفين ورقة في اليوم ده هيأثر على المكنة أنت قلت طبعا لازم هيأثر على المكنة وكفاءة المكنة وعمر المكنة صح؟ هكذا القلب هذه المضخة اللي في قبضة اليد في حجم قبضة اليد بتضخ باستمرار وقبل أنت متتولن عشان تغزي الجسم البشري بأكمله من أوله إلى آخره هذه المضخة خلقت وصممت سبحان الله لتضخ الدم وتستقبل الدم من 70 كيلو مثلا وزن الجسم السبعين كيلو دولت بقوا مية بقوا مية واربعين يبقى أنا كده ضعفت الجهد على القلب ولا لأ ضعفت الجهد على القلب دي نقطة النقطة التانية السمنة وزيادة الوزن 90% هيتكون مصاحبة بزيادة الدهون في الدم والكوليسترول والدهون السلاسية هذه الزيادة في الدهون السلاسية والكوليسترول هتؤثر على القلب تأثير سلبي فضيع وهي سبب الجلطات والعياذ بالله تشوف السمنة وراء كله إيه إيه بقى ابتدى التأثر على القلب من ناحية العمل المضاقة بتاعته ابتدى التأثر على القلب من ناحية الدهون السلاسية ودهون الدم اللي ابتدت تزيد بصورة واضحة ابتدى التأثر على القلب نتيجة تكون الجلطات نتيجة هذه الدهون السلاسية والكوليسترول الزائد أيضا الشرايين التاجية كلكم تسمعوا عنها الشرايين التاجية وسميت بالشرايين التاجية لأنها عبارة عن تاج فوق عضلة القلب يعني أدى عضلة القلب أهيت الشرايين التاجية تاج فوق عضلة القلب بتغذي عضلة القلب نفسها هذه الشرايين التاجية دقيقة جدا وبتغذي عضلة القلب بذاتها نفسها وبالتالي السمنة هتزود لي الكوليسترول والدهون السلاسية أول ما هتأثر هتأثر لي على الشرايين التاجية ويبتدي القلب نفسه عضلته التغذية بتاعته تقل يبتدي يتأثر عضلة القلب ذاتها بهذا الأثر السلبي لزيادة الوزن والسمنة اللي موجودة تخيل السمنة عملت قد إيه في القلب متخيل حضرتك هذا القلب وهذا هو الجهاز التنفسي ننزل مع بعض في رحلتنا شوية للجهاز الهضمي هل يترى السمنة لها أثر جانبي على الجهاز الهضمي؟ تحدثنا كثيرا عن الكبد وسمناه سويا العضو الزهبي وعرفنا قد إيه أهمية الكبد بالنسبة للجسم كله الماسترو الرئيسي للجسم كله الماسترو الخفي للجسم كله ما فيش عملية كيميائية تحدث في الجسد إلا وتحمل توقيع هذا العضو الزهبي تخيل؟ هذا الكبد يعاني الأمرين من السمنة وزيادة الوزن لأن أول شيء يحدث للكبد هو ما نسميه بدهون الكبد أو تشمع الكبد أو الدهون الزائدة ما بين خلايا الكبد هذه الدهون الزائدة ما بين خلايا الكبد هتعوق الكبد عن الوظائف الطبيعية التي يقوم بها وهي أكثر من خمسة آلاف وظيفة في اليوم تخيل؟ هذا العضو الزهبي هيتأثر تأثر فضيع جدا بهذه الخلايا الدهنية الزائدة ما بين خلايا وكتير إحنا تكلمنا عن الكبد وقلنا أن هو يعني فعلا العضو الزهبي في الجسم وقلنا أن هو يساوي ملايين ولكن إحنا يعني مش داريانين ولكنها نعمة من الله عز وجل سبحانه وتعالى وما بعدها من نعمة وأن تعدوا نعمة الله لا تحسوها صدق الله العظيم فهذا الكبد أول عضو في الجهاز الهضمي هيتأثر بزيادة الوزن هتبتدي الخلايا الدهنية تتكون على الكبد وأنا ضربت مثلا لحضراتكم من قبل لما كنا بتحدث عن الكبد الدهني ضربت مثلا لحضراتكم بسيط أوي يعني إيه مشكلة إن الدهون تتكون على الكبد إيه يعني يا دكتور ما هو الكبد شغال زي الفل هو طيب جميل أوي أنا عندي شاشة جبيرة كده 60 بوصة جميلة أوي هتفرج على ماتش بحبه هتفرج على برنامج بفضله وإنت بتتفرج كده والألوان واضحة جدا والصوت واضح جاء ابن حضرتك وحط طرحة بيضة بيضة ها مش سودة حط طرحة بيضة على الشاشة دي هتقدر تكمل مشاهدة بكده؟ طبعا لا يعني لازم تشيل الشاشة حتى أنت تقدر تشوف هذا هو الحال مع الكبد الكبد هيبتدي يتأثر تأثر واضح جدا بزيادة الدهون وبزيادة الخلايا الدهونية اللي موجودة فيه ويبتدي فعلا وظائف الكبد تزيد وتبتدي مشاكل الكبد التي لاحصر لها والتي أتمنى أن احنا ما نصلش لها أبدا نتيجة الوزن الزائد دي حاجة من الحاجات أيضا الجهاز الهضمي عصر الهضم يعني تحس أن انت أكلت ومش قادر تهضم القلب واقف على زي ما احنا بنقول الأكل واقف على القلب يعني دي اللفظ متدول جدا يا دكتور اللقمة بتقف على قلبي نتيجة عصر الهضم حاس أن فيه تخمة حاس أن أنا إحساس بالامتلاء رغم أن أنا ما كلتش حاجة حاس أن الهضم مش مصبوط كل هذه المسميات نتيجة زيادة الوزن لأن العملية الهضمية ما هيش على ما يرام تناوب الإسهال مع الإمساك أيضا بيكون نتيجة زيادة الوزن وتأثيره على الجهاز الهضمي أما الجود بلادر أو المرارة وهي الدراع اليمنى للكبد بتعاني الأمرين من زيادة الوزن ومن الدسم ومن الأكلات الدسمة والمقليات وزيادة الدسم في الوجبات من هذا الشخص الزائد الوزن وبالتالي الجهاز الهضمي بيعاني الأمرين فعلا من زيادة الوزن وبتكون أول خطوة طبية في علاج أمراض الجهاز الهضمي كما كانت في علاج أمراض الجهاز التنفسي هي تخلص من الوزن الزائد أو إنزال الوزن على قدر المستطاع ننزل مع بعض شوية بعد الجهاز الهضمي هنجد الجهاز التناسلي الجهاز التناسلي سواء بالنسبة للرجل أو للسيدة بيتأثر تأثر جامد جدا 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 بزيادة الوزن هل يطرى زيادة الوزن خلينا نبدأ بالرجالة الرجال قومون على النساء خلينا نبدأ بالرجالة هل زيادة الوزن هتؤثر على خصوبة الرجل وعلى فحولة الرجل وعلى الكورس أو الانتر كورس أو العملية الجنسية ما بينه وبين زوجته ثلاث حاجات عايزين نتكلم عنه ثلاث حاجات عايزين نتحدث عنه أولا خصوبة الرجل والحيونات المنوية كتير من الدراسات قالت ان زيادة الوزن قد تؤثر على الحيونات المنوية وفي كتير رفضها ولكن مثبتة أن كتير من حالات زيادة الوزن من الممكن أن هي تؤثر على الحيونات المنوية سواء من العدد أو من حركة الحيونات المنوية أما بالنسبة لفحولة الرجل وهي الانتصاب الكامل وعدم وجود سرعة قصف بتكون السمنة رقم واحد في هتين المشكلتين واللي من الممكن أنا أسف في الكلمة يتنصب على الراجل ممتوب الأرض بسبب المشكلتين دول حقيقة سرعة القصف وضعف الانتصاب وممكن يكون السبب بسيط جدا 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 وهي الوزن الزائد وهو لا يدري طب إيه جاب ده لده؟ إيه علاقة ده بده؟ ببساطة جدا وبالراحة زي ما ذكرت لحضرتك على تأثير الوزن الزائد على الجهاز البصري وعلى الشباكية وذكرت لحضرتك أيضا تأثير الوزن الزائد على الكورونري آرتريز أو الشرايين التاجية للقلب أيضا يحدث نفس التأثير على الأرتريولز أو الأوردة الدقيقة للجهاز التناسولي بالنسبة للراجل طب ده هيعمل إيه؟ إيه المشكلة؟ لا ده هيعمل مشكلة كبيرة جدا هيعمل المشكلتين اللي أنا بتحدث عنها ضعف الانتصاب وسرعة القصف هذه الأرتريولز أو الأوردة الدقيقة جدا عندما يحدث ارتفاع في معدل الدهون السلسية والكلسترول في الدم نتيجة السمنة هتبتدي تتأثر ويبتدي تدفق الدم للجهاز التناسولي للرجل يتأثر تأثر واضح جدا بهذه العملية الحيوية جدا هتبتدي التدفق الدموي للأعضاء التناسولية للرجل هتقل هتبتدي يقل معايا الانتصاب هيحدث ضعف انتصاب وبالتالي هتحدث سرعة قصف النقطة الثالثة بالنسبة للرجل وهي عدم إكمال العملية الجنسية مع الزوجة ليه؟ لأ دي أسبابها كثير وسأنا أقولك سببين اتنين السبب الأول زيادة الوزن هتؤدي إلى الإرهاق المبكر في العملية الجنسية لأن العملية الجنسية سبحان الله بتشمل الجسد كله دي نقطة مهمة لازم نعرفها القلب نفسه بتزداد ضربات القلب ويزداد إفراز الأدرينالين وحاجات كثيرة جدا في الجسم كله بيتأثر بالعملية الجنسية ما بين الرجل وزوجته وبالتالي الإرهاق المبكر للرجل هيؤدي إلى عدم إتمام أو إكمال العملية الجنسية دي نقطة مهمة جدا أيضا الوزن الزائد بالنسبة للرجل بيصعب العملية الجنسية ما بينه وبين زوجته بيبقى صعب جدا إنه يتم أو يكمل العملية الجنسية ما بينه وبين زوجته وبالتالي التخلص من الوزن الزائد بيساعد بصورة واضحة جدا على التخلص من المشاكل الجنسية بالنسبة للرجل أينما كانت وكيفما اختلفت أول خطوة في علاجها إن أنا أبتدي إن أنا أزيل الوزن الزائد اللي أنا اكتسبته على مدار العمر أما بالنسبة للسيدة فطبعا للأسف بتتأثر تأثر كبير جدا 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 من الناحيتين الإنجابية والجنسية أما بالنسبة للناحية الإنجابية فأن المبيضين بيتأثروا تأثر واضح جدا بالسمنة الزائدة التبويض وجودة البوايدة ودي نقطة مهمة جدا عشان تحدث على عملية الإنجابية أو عملية الإخصاب لابد أن يكون تتمتع المرأة بمبيضين قادرين على إنتاج بوايدات قابلة للإخصاب يعني إيه الكلام ده بقى؟ الكلام ده أن السيدة الوضع التشريحي لها هناك مبيضين مبيض يمين ومبيض شمال هذا المبيض بيخرج ما نسميه بالبوايدات هذه البوايدات لابد أن تكون بعدد معين وحجم معين وجودة معينة ليه؟ حتى عندما يحدث التقاء الحيوان المنوي بهذه البوايدة يحدث الإخصاب وهو تكون الجنين تمام؟ مع زيادة الوزن بيتأثر المبيض ويبتدى المبيض ده يفرز بوايدات غير صالحة للإخصاب يعني أنا أسف في الكلمة ربنا يعافي الجميع يا رب زي قلته يطلع لبوايدات قليلة في العدد وصغيرة في الحجم ورديئة في الجودة بتاعتها لدرجة أن هناك حالات تخرج هذه البوايدات خلايا دهنية يعني تخرج بوايدات على هيئة خلايا دهنية تخيب بقى لدرجة إيه؟ وده بقى اللي احنا بنسميه كسل المبيض وبنسميه ضعف المبيض وبالتالي أول خطوة في أن أنا أصلح المؤتدية هي إزالة الوزن الزائد للسيدة عشان نقدر نخلي المبيضين قادرين على إنتاج بوايدة صالحة أو قابلة للتخصيب دي نقطة النقطة التانية الدورة الشهرية مهمة جدا بالنسبة للمرأة علشان يحدث إخصاب لابد أن تكون منتظمة ولابد أن تكون طبيعية في الحجم وفي الفترة بتاعتها وفي الكمية بتاعتها زيادة الوزن أو تقليل الوزن أول حاجة بتتأثر فيها هي الدورة الشهرية للمرأة سبحان الله لما بتدي أزيد في الوزن تبتدي الدورة الشهرية تتلخبت بالنسبة للزوجة أو بالنسبة للمرأة لما بتدي أخسس أيضا سبحان الله حتى لو الدورة المنتظمة تجد أن في شكوى أن أبتدت الدورة بتاعتي تتلخبت الدكتور سواء سيدة أو فتاة ده طبيعي لأن فعلا الدورة الشهرية نتيجة الهرمونات اللي موجودة في الجسم أول حاجة بتتأثر بزيادة الوزن أو تنزيل الوزن وبالتالي لازم أعي تماما المؤتدية أن الوزن الزائد بيؤثر على الدورة الشهرية وعلى مستوى الهرمونات الأنثوية اللي مطلوبة أن هي تكون زي بنقول البلد الثاني بالشعر على مزان الدهب علشان يحدث إخصاب أو يحدث إنجاب ده بالنسبة للنحية الإنجابية أما بالنسبة للنحية الجنسية كما حدث للرجل تحدث للمرأة فقد الرغبة الجنسية وده ننسيت أقولها مع الرجل للأسف يحدث فقد الرغبة الجنسية ما يبقاش فيه رغبة جنسية كما كان في الصادق عدم القدرة على إكمال العملية الجنسية مع الزوج برضو نتيجة الوزن نتيجة الإجهاد المبكر بالنسبة للجسم ككل زيادة الوزن بتؤثر تعثر واضح جدا 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 على الأجهاز التناسولي سواء بالنسبة للزوجة أو بالنسبة للزوج سواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة أيضا ومن أكثر الأجهزة تأثرا بالوزن الزائد هو العظم والمفاصل والعمود الفقري ده بقى عايز حلقات وحلقات وحلقات ولكن أنا زي ما قلت لحضرتك أنا بحاول على قدر الإمكان بقى اختصر جامد جدا توعية لحضرتك ونحن يعني ننور عقل حضرتك بأثار السمنة المدمرة على الجسم ككل الجهاز العظمي أو المفاصل بيتأثر جامد جدا 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 بالوزن الزائد وفي عملية حسابية في الهنداثة الفراغية أجروها بتقول أن المفصلي الرجبتين يحمل قد بالك من الكلمة يحمل أربع أضعاف الوزن مفصلي الرجبتين يحمل أربع أضعاف الوزن يعني لو أنا وزني 80 الرجبتين شايلة 320 كيلو مش شايلة 80 كيلو ليه؟ نتيجة تقوس الجسم ونتيجة الشكل بتاع الجسم ونتيجة الحركة بتاع الرجبة والجري والوقفة والقعدة وجدوا أن معدل ما تحمله الرجبتين من وزن يعادل الوزن مضروب فاربعة فتخيل الرجبتين شايلة أربع أضعاف حضرتك فلما أنت بقى تخليها تشيل عشر أضعاف حضرتك يعني إيه؟ يعني مثلا أنا وزني بقى 100 كيلو الرجبة دي شايلة كام؟ 400 تخيل؟ بقى وزني 110 كيلو شايلة 440 كل هذا الوزن الزائد على الرجبتين لابد أن يؤدي في النهاية إلى ما نعرفه ونسميه بخشونة الرجبتين رجبتين دولت سبحان الله عضمة الفخز تلتقي مع عضمتين في الصاق وعضمة في الفخز ما بينهم؟ الغضروف هذا الغضروف مع الوزن الزائد ده هيبتدي أنه يتآكل هتحدث خشونة الرجبتين العضمة هتخش مع العضمة هتحك مع العضمة كده هيبتدي الألم الفضيع اللي إحنا بنلجأ في النهاية للأسف إلى تغيير المفصل وتركيب مفصل صناعي ده نتيجة الوزن الزائد وعلشان كده أول خطوة في ألام الرجبتين هي تنزيل الوزن أنا لما أشيل كيلو من وزن حضرتك الزائد بشيل أربعة كيلو من على الرجبتين لما بشيل عشرة كيلو من وزنك بشيل أربعين كيلو من على الرجبتين أشيل عشرين بشيل تمانين فبيظهر التحسن بصورة واضحة جدا بعد فقد هذا الوزن ودي أول خطوة بتتأثر بها العظام العمود الفقري أيضا زيادة الوزن بتؤثر عليه تأثر واضح جدا جدا ده أيضا نتيجة الحمل والوزن الزائد على الفقرات وعلى الأربطة اللي موجودة الجهاز العظمي بيتأثر تأثر واضح جدا بزيادة الوزن دي كانت رحلة بسيطة أوي أوي وسريعة جدا جدا في جسم الإنسان من أوله إلى آخره وعلاقته بالسمنة وبزيادة الوزن هل يا ترى حضرتك اقتنعت أن السمنة مرض ولا لأ هل حضرتك اقتنعت بمقولة منظمة الصحة العالمية أن السمنة بوتقة كل الأمراض ولا لأ هل حضرتك اقتنعت أن السمنة والتخلص من الوزن الزائد بيكون أول خطوة في علاج تقريبا 50% من الأمراض ولا لأ نسيت أتكلم عن الجهاز المناعي ودي نقطة مهمة جدا السمنة بتؤثر على الجهاز المناعي تأثر واضح جدا جدا وإحنا تحدثنا عن الجهاز المناعي من قبل وقلنا أفراده وقلنا قواته وقلنا الجيش بتاعه نجد أن السمنة بتؤثر تأثر واضح جدا على الجهاز المناعي بتقلل المناعة بصورة واضحة جدا وبالتالي بتدي فرصة لكثير من الأمراض الفيروسية أن هي تخترق الجسم ويبقى جهاز المناعي ضعيف وبالتالي تتمكن هذه الفيروسات من الجسم البشري وأحدثهم هو كورونا أو فيروس كوفيد 19 واللي هو بيخترق الجسم ويبتدي جهاز المناعي ما يقدرش أنه يقومه وتحدث المضاعفات التي قد تصل إلى الوفاء أصلا الله العظيم العفو والعافية للجميع إذن السمنة والوزن زايد أيضا يؤثر على المناعة بصورة واضحة جدا أيضا السمنة وزايدة الوزن بتؤثر تأثر واضح جدا جدا على الحالة النفسية الاكتئاب والإحباط إلى آخرهم من الأمراض النفسية هتجد أن ممكن جدا أن السمنة تكون عامل مؤثر لها قوي الشاب اللي اتزايد في الوزن مش قادر يجاري زملائه في اللبس وفي الجاري وفي الخروج وكان يجد أن داخله في دايرة كده تدخلق أنا مش قادر أن أنا أجاريهم أنا بيعيبوا علي بيبصولي بنظرة وحشة مش قادر يلبس لأنا عايزه لا أنا أقعد في البيت أحسن هبتدي أقعد في البيت هتقل لحركتي هبتدي أكل هبتدي أزيد أكتر هبتدي المشكلة تتفاقم أكثر وأكثر هذا غير أن الاكتئاب أو الديبرشن وجدوا أن كثير من الكيميكا الميدياتورز أو المواد الكيميائية التي تفرز في المخ وتتحكم واضح أو في الحالة النفسية بتتأثر بزيادة الوزن فكل ده أعتقد أقنع حضرتك أن السمنة دي مرض وزي ما بقولك مش أقنعك أن دي مرض لا دي أقنعك أن دي أم الأمراض زي ما منظمة الصحة العالمية بتقول اقتنعنا أن زيادة الوزن مرض اقتنعنا أن السمنة مرض وعرفنا إزاي نشخص السمنة هسأل بقى حضرتك سؤال مهم جدا 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 طيب إحنا عندنا مرض وعندنا مرض ليس بالسهل وعندنا مرض يعني قد يسبب كثير من الأمراض على مستوى الجسم في رأي حضرتك إيه الخطوة الأولى اللي أنا أعملها وهذا هو مناطر الحلقة أو الحلقات اللي أنا هتحدث عنه مع حضرتك إن لم تدرك ما ذكرته فما تسمعش الحلقتين اللي جايين لو ما اقتنعتش أن السمنة مرض ولابد من التخلص منه بطريقة طبية صحيحة وفر وقت حضرتك وما تسمعش الحلقتين اللي جايين أو الحلقة اللي جاية الله أعلم هنقول حلقة أو حلقتين إن اقتنعت يبلغ نسمع مع بعض ونشوف مع بعض علشان أحاول أحط حضرتك على الطريق السليم أضع قدم حضرتك على أول سلمة في علاج السمنة والتخلص من السمنة وأنقص حضرتك من براثن النصابين والخداعين والوهم اللي إحنا بتدينا نغرأ فيه جامد وعشان كده كان هذا المسمى التخصيص الوهمي لأنه هيخدعك بكثير من الكلام الذي ليس له أي علاقة بالطب وليس له أي علاقة بالطريق الطبي السليم وبالتالي زي ما بقول لحضرتك إحنا اقتنعنا إن نلسمنا مرض اقتنعنا إن مش مرض بس ده يعني أم الأمراض كمان اقتنعنا إن إحنا لابد إن إحنا نلجأ إلى طبيب ما ده ما مرض فهناك طبيب يبقى لابد إن أنا ألجأ إلى طبيب إيه؟ فايدت إن أنا ألجأ إلى طبيب يا أخي الفاضل يكفي يكفي الدرجة الأولى أو الخطوة الأولى إن أنا أشخص سبب السمنة لأن أنا لو شخصت صح هعالك صح هل معنى كده أن تشخيص السمنة أو سبب السمنة حوزراً تحديد سبب السمنة هيكون مؤثر على إعلاج السمنة؟ طبعاً طبعاً ما أنا لو عرفت السبب خلاص بطل العجب على رأيه المسل يعني عرفت السبب هقدر أمشي على الطريق اللي أنا ألغي السبب ده وأشيل السبب ده وتختفي السمنة بالتالي ليست السمنة وليس علاج السمنة مجرد إن أنا أنزل وزن وكثير من حضراتكم بيشاهدني الآن نزل وزن ورجع أكتر من الأول ليه؟ لأنه لم يحدث إن هو شال السبب ما تعالجش تضيين صح وأسباب السمنة كثيرة هنوضح ببساطة أيضاً في الحلقة القادمة إن شاء الله أسباب السمنة كثيرة وما دمت حددت خلاص حددت السبب السمنة شخصت سبب السمنة هقدر إن أنا أعالج حضرتك صح يبقى معنى كده أن السمنة ليست مجرد الامتناع عن الأكل علاج السمنة ليس مجرد الامتناع عن الأكل علاج السمنة ليس مجرد تدبيس معدى علاج السمنة ليس مجرد تكميم معدى علاج السمنة ليس مجرد كابسولة بتاخدها وانت بدوني ازاي الفل خالص خالص ده علاج السمنة لابد ان له خطة علاجية طبية هنتحدث عنها مساويا ونقدر من خلالها ان احنا ننهي السبب الرئيسي في وجود هذا المرض ووجود هذا المرض العضال اللي من خلفه بتظهر كثير من الامراض زمان كان يقولك الكرش عز والسمنة عز والكلام ده وزمان ايضا بيلازم هذا الاعتقاد كثير من حالات وفاة لم يكن يعرف السبب مبتدين انا هنعرف السبب مؤخرا بعد العلم الحديث مبتدى يفتح لنا ابواب كتيرة جدا ان كان سبب الوافيات دي هي السمنة وتأثر القلب بها وتأثر الكبد وتأثر الشرايين والجلطات الى اخره هذه السمنة سيد الفاضل كانت في الطب عبارة ورقتين ورقتين اتنين كده في مقرر البطنة سنة خمسة في الطب اما الان فاصبح لها مجلدات واصبح لها دراسات واصبح لها حالات سريرية واصبح لها دكتوراء واصبح لها دبلوم وماجستير الى اخره تخيل التطور اللي حدث لكله نتيجة اكتشاف السمنة وخطورتها واخطرها ونتيجة اكتشاف اسباب السمنة ونتيجة اكتشاف علاج الاسباب السمنة الى اخره الى اخره التخسيس الوهمي عنوان يستحق من حضرتك المشاهدة ويستحق من حضرتك المتابعة التخسيس الوهمي حلقات لوجه الله سبحانه وتعالى من أجل توعية حضرتك التخسيس الوهمي حلقات من أجل إثراء الثقافة الطبية لدى حضرتك حتى لا تقع فريسة لكثير من النصابين والدجالين وحتى لا تقع فريسة لكثير من الإعلانات الممولة التي ليس لها طائل طبي أبدا وليس لها أي فائدة طبية وإن كانت تملأ شاشات التلفزيون وإن كانت تملأ شاشات السوشيال ميديا أو مواقع السوشيال ميديا كل هذه الوسائل غير قادرة على علاج السمنة وما هي إلا نصر لحضرتك هذه الحلقات التخصيص الوهمي تستحق من حضرتك المشاهدة أتمنى أن نتابع مع بعض الحلقة القادمة حتى نعرف ونعلم ما هو التخصيص الوهمي وكيف يكون التخصيص الوهمي وكيف تقع أنت سيد الفاضل فريسة لهذا التخصيص الوهمي وهذه العملية المنظمة من قبل نصابين ودجالين كثيرين أسأل الله العظيم العفو والعفية لكم جميعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا جميع النعمة الصحة والعفية سعدتي جدا بلقائي مع حضراتكم وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى أسألكم الدعاء وأستودعكم الله اللازل تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته